إحنا معنا الوقت الكابت المصطفى الشيطال ياه إحنا رحمنا نادل الومبي عشان فعلا رحمنا نادل الومبي عشان نجيب الكوكبة الكبيرة دي إحنا معنا تأخرى جcéبه من نادل الومبي لأن نادل الومبي سAIب علامة حتى وإنت لكن قيل تقول أنا ده لي فضل عليك عَد رَبْنا وانه لي فضل وأحنا بدي الناس دي حقها حنشوف الكابت المصطفى الشيطال يقول أيه ونرجع نكمل حدثنا هو إسلام الشاطر جالي في الاختبارات بتاعة مدرسة الكورة ونجح هو وخوف وخدته هو وما خدش هو او ما كملش معاه وهو لقيت امكانياته وهو شبل تحت السن وهو في القطاع القطاع المدرسة كان مميز كان مميز بحتين لقيته بيدي ثلاث ثلاث مناطق في الملعب في التلت الدفاعي في التلت الوصاني في التلت الهجومي وانا تنبأت له وهو لسه في المدرسة قلت له ده كان الله يرحمه كان جنبيه سيد محسن قلت له ده هيلع منطقة نصر وهو باين الموهبة موجودة عنده في السن ده بدليل ان هو بعد كده راح منتخب مصر افتحت 16 سنة كان موجودة سيد الطباخ في مصر في منتخب مصر افتحت 16 سنة ومعاه كان معاه احمد البحر واحد تاني اسمه سامي او اسلام وراحوا تقريبا للمنتخب وفي 16 سنة لعبته فريق فريق اول ولعب عد على المراكز كلها انا في الاخر وقفته على مركز باكرايس على اساس كان فيه قدرات كتير قوي فلعبته انا بقى في الفريق الاول في الباك اليمين مع ذلك لعب مواقف في المباراة كنا محتاجين له في مواقف معينة لعبته سردباك ولعبته نصف الملعب لكن هو اساسا ثبتته في عملية الظهير ايمان وفعلا بعد كده راح منتخب مصر راح بعد كده الاسماعيلي راح الاسماعيلي هناك برضا كان فيه مدرب اجنبي لعبه برضا باك باك رايت وكمل مصاره بالطريقة دائرة لغاية ما وصل بعد كده راح الزمالك وبعدين راح الاهلي ويعني حياته كنت بتابعه ماشي هنا وماشي هنا وماشي هنا لكن من مميزاته اخلاقه من مميزاته مؤدب جدا 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 يعني مطيعة بينفذ اي تعليمات بيأخذها من المدرب بينفذها بها زفيره وهو ربنا يعني يديله في المجال اللي هو دخل فيه ده وان شاء الله ينجح فيه بإذن الله يعني ان شاء الله هتقول ليه لكابتن مصطفى شيتا ربنا يديله الصحة والعافية ربنا يديله الصحة والعافية وربنا يخليلينا وله فضل كبير جدا علي في حاجات كتيرة جدا اسلام اسلام ابنه اسلام 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 على اسمي اسلام على اسمك اسلام اتولد يعني وانا كنت لسه في بلعب في النادي الأولمبي اسلام طبعا بسم الله بسم الله وان شاء الله دلوقتي كبير وكابتن مصطفى له محمود كمان كان مرشح نفسه مؤخرا في النادي الأولمبي برضو كرئيس لنادي الأولمبي فالحقيقة كابتن مصطفى جزور كبيرة جدا في النادي الأولمبي وله بقولك فضل مش على اسلام بس على ناشئين كتير على ناشئين كتيرة جدا انا كنت جزء صغير منهم